قال رئيس مركز كلواذا للدراسات باسل حسين أن مقاطعة الانتخابات ليست ذات جدوى طالما لا توجد نسبة محددة للمشاركة لتحديد شرعيتها وذكر حسين أن مقاطعتها أثبتت عدم جدوها في أكثر من مرة فطالما لا توجد نسبة محددة للمشاركة في الانتخابات لتحديد شرعية الانتخابات فالنتائج سوف تقر ويتم الاعتراف بها محليا وأقليميا ودوليا وأوضح أن كثافة المشاركة ستجعل من أية عملية تلاعب محدودة التأثير نسبيا بالمقارنة مع العزوف الكبير الذي يترك المجال لتغيير إرادة الناخبين